بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله الحقيقة هناك حديث عظيم يصور لنا وينبئنا بحالك وحالي بعد الموت نحن الآن في الدنيا نستطيع أن نذهب ونأتي ونأكل ونشرب وننام ونفعل أي شيء نريده ولكن بعد الموت أنت محبوس في قبرك لا تستطيع أن تفعل أي شيء النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المتفق على صحته إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغدات والعشي يعني في الصباح وفي المساء إن كان من أهل الجنة فهو من أهل الجنة وإن كان من أهل النار فهو فمن أهل النار يقال هذا مقعدك هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة بالله عليكم أيها الأحبة أنا أريد أن أتخيل معكم مشهد بسيط أنت عندما ترى كارثة أمامك الآن في الدنيا ترى مثلا منظر إنسان يعذب في النار إنسان يحترق حادث حادث سير وإنسان يحترق كم هذا المشهد مؤلم بالنسبة لك جدا مع العلم أنك ربما تراه ثوان قليلة وأنت تمر بالقرب من هذا الحادث طيب إذا كان هذا حالك من أجل رؤيتك لحادث مع غيرك طبعا كيف إذا كان هذا الحادث وقع لإنسان عزيز عليك مثل أخ أو أب أو ابن أو صديق أو أم أو غير ذلك كم يكون حجم الألم طيب إذا تكرر هذا الأمر كل يوم وأنت ترى هذا الحادث لابد أن تصاب باكتئاب لن تستمتع بالحياة أبدا طيب أيا سرك أنك وأنت في قبرك بعد الموت في عالم البرزخ أو موراء البرزخ أنك ترى نفسك وأنت تعذب ترى مقعدك من النار كل يوم ترى المكان الذي سيضعك الله فيه في نار جهنم يوم القيامة تراه كل يوم طيب هذا أمر والله أيها الأحبة لا يتحمله إنسان ولا يطلقه إنسان طيب لماذا لماذا أنا أغفل عن الله لماذا أغفل عن الدعوة إلى الله عن فعل الخير لماذا لا أصبر على أذى الآخرين لماذا لا يعني يكون هدفي هو رضاء الله عز وجل أن يرضى الله عني لماذا أضع نفسي في هذا المكان انتبهوا أيها الأحبة رجاء يعني الآن معظم الناس غافلون أنا أعلم ذلك وعندما تضع فيديو على اليوتيوب يدعوك لأن تلهو عن ذكر الله وتنسى ذكر الله تجد ملايين الناس يهتمون به وعندما تنبه الناس إلى أمر خطير سيحدث معهم بعد الموت وأنت ناصح لهم أنت تريد لهم الخير انظروا عدد المشاهدات كم هو قليل طيب لماذا لأن الذين اختارهم الله للجنة القلة القليلة فقط هذا قانون إلهي وقليل من عبادي الشكور ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس إذن أحبتي في الله كن أنت من القلة القليلة التي اختارها الله لكي تتنعم في قبرها وترى مقعدك من الجنة كل يوم صباحا ومساء تصور أنت في الدنيا الآن بالمقابل ترى منظرا بديعا وأنت تعيش الآن في الدنيا أحيانا الإنسان يتكلف يذهب في رحلة ويدفع الآلاف ليرى مشهد جميل ثم يرجع تصور أنك ترى الجنة التي ستعيش فيها إلى الأبد تراها كل يوم بعد الموت في عالم البرزخ صباحا ومساء وأنت ترى هذا النعيم وترى هذه الجنات التي تجري من تحتها الأنهار ترى ما فيها من نعيم من يعني شيء مناظر رائعة سكون هدوء لا تعب طيب كم ستكون سعيدا بعد موتك أخي الحبيب كم ستكون سعيدا بالله عليك إذن أحبتي في الله انظروا الذكي الإنسان الذكي ينظر لما بعد الموت وليس لهذه الدنيا لأن هذه الدنيا شيء قليل لا تساوي عند الله جناح بعوضة انظروا إلى ما بعد الموت نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا يوم الموت وبعد الموت ويوم لقائه عز وجل لنلقاه وهو راضي عننا جميعا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر